مساء الوطن المساكن في الوجدان مساءكم سوري جولة جديدة في حوار اليوم نطل من خلالها على عقل وفكر ضيوفنا الأكارم معنا في الستوديو الدكتور إبراهيم زعرور أساز التاريخ في جامعة دمشق مساءك سوري أهلا ومحبا بك أهلا ومحبا بك ومعنا عبر الأقمار من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأساز حسام عرفات عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مساءك سوري مساءك قومي عربي مساء الخير مساء الخير أهلا مساهلا أستاذ نضال أهلا بك أستاذ حسام عذرا على التأخير فمن عادة البرامج على الهواء مباشرة أن يكون هناك تحضيرات مسبقة اليوم يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لسلخ لواء اسكندرون عن سوريا الحبيبة واليوم أيضا كان هناك في القنوات قنوات المقاومة والمقاومة عن فلسطين والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والقضية الأساسية لنا نحن في سوريا إضافة إلى تطورات المشهد السوري أستاذ حسام نبدأ معك لو سمحت انطلاقا من التطورات الحاصلة في الداخل الفلسطيني المحتل وأن ديتنياهو سيئ الذكر قال بأن أمهلوني 12 شهرا كي أهود القدس بالكامل هل يعني ذلك أننا أمام فصل جديد من فصول الصهيونية التلمودية بصفحاتها ومستوياتها المختلفة أم أن كل المفاوضات التي سبقت وتجري الآن كلها حبر على ورق وهي عبارة عن بروبوغاندا لتصوير التلفزيوني مساء الخير مرة تاني أستاذ نضال تحية لك تحية لسوريا تحية للشعب السوري الصامد المناضل مسموع مسموع صوت سامعك أستاذ حساب ألا تسمعوني رئيسة ما تتم الأمور فيما تعلق فنيا بالنسبة للصوت نبدأ معك أستاذ إبراهيم زعرور كما يعني سؤال مفتاح يعني الحقيقة التاريخية هل هناك حقيقة تاريخية وحقيقة افتراضية من يكتب التاريخ يكتبه المنتصرون الآن واليوم وكل يوم وكل لحظة هناك تسطير لبطولات الجيش العربي السوري بملاحم جديدة تكتب بعزم وعزيمة الأبطال السوريين ليس المهم ما يكتب في التاريخ المهم كيف نقرأ التاريخ بأي خلفية نقرأ التاريخ كيف نعلل الحدث التاريخي أو كيف نحلل الحدث التاريخي ما هي البيئة التي كتب فيها الحدث التاريخي ما هي العناصر المكونة للحدث التاريخي صحيح يقولون أن التاريخ يكتبه المنتصر ولكن هناك ذاكرة شعبية متوارثة هي التي تنقل الحقائق عبر التاريخ هناك رواية رسمية في التاريخ وهناك لأنها تكتب بإرادة المنتصر أو القوي أو بإرادة الحاكم أي أن كان هذا الحاكم ولكن بيقابلها رواية تكتب في ذاكرة الناس وبكل الأحوال هناك حقائق في التاريخ لا يمكن أن تتغير ونحن مثلا يوم احتلوا الفرنسيين الجزائر في عام 830 132 سنة إلى 1862 كانوا يقولون أن الجزائر أرض فرنسية طلقت الجزائر ليست أرض فرنسية لواء اسكندرون قبل لواء اسكندرون في عام 1939 طبعا هناك اقتطاع أول للأراضي السورية في عشرينيات القرن الماضي عندما أسست دولة تركيا الحديثة عندما قررت الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا المتصرية في الحرب تقسيم تركة الرجل المريض الإمبراطورية الأثمانية أو الرجل المريض بين الدول طبعا سايكس بيكو هو القاعد الأساسي في عام 2016 تقسيم المنطقة العربية الوطن العربي إلى مناطق دفوذ وكذلك تقسيم تركة الرجل المريض في العشرينيات اقتطعوا جزء من الأراضي السورية وكثير من الناس لا يعرفون هذا ديار بكر وماردين وأضنى وعرفة وأنتاب في عام 1939 ولاحظ أخي نضار المشهد نفسه يتكرر لكن بشكل آخر بريطانيا وفرنسا سايكس بيكو وتركيا يعني بالتقسيم الآن فرنسا وبريطانيا وحكومة التركية المشهد يتكرر بشكل أو بآخر طبعا لا أقول أن التاريخ وإيد نفسه إنما أقول أن الأحداث في التاريخ تتشابه نفس الدور نفس الأداء ترافق مع وعد بلفور 2017 بإقامة وطن قومي اليهود على لسان إثل بيرفل وزير خرجية بريطانيا بأمر من ملكة بريطانيا لنأحظ المشهد إذا أكدنا على المشهد التاريخي نرى المشهد يتكرر وإن كان بأشكال أخرى فيما يتعلق بالمشهد وتكرار المشهد هناك من يقول نحن العرب نكرر أخطائنا لذلك لا نستغرب نقول أن التاريخ يكرر نفسه نحن نكرر نفس الخطأ ونفس الأخطاء ويبدو أننا لم نتعلم من أزماتنا سأودي إلى هذه الجزئية ولكن يبدو أن التواصل عبر الصوت والصورة أصبح جيدا مع الأستاذ حسام مع رفات أضو القيادة العامة لجبهة شعبية تحرير فلسطين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أستاذ عرفات يعني فيما يتعلق بالتاريخ وعلاقتنا بالتاريخ والقضية البركزية قضية فلسطين أنت كيف تقرأ التطورات الأخيرة وانعكاسات على المشهد الداخلي الفلسطيني وعلى القضية السورية يعني كرد على مباشر على سؤالك الأول حول تصريحات نتنياهو بأنه لا يحتاج لأكثر من 12 شهر حتى يهود القدس الحقيقة أن القدس أصبحت مهودي القدس يستغل نتنياهو ما يسمى بالمفاوضات اللي قرفونا فيها هاي واللي يعني ما إلها أي مبرر وتحت أي ظرف من الظروف أصبحت هذه المفاوضات تشكل غطاء لكل سياسات التهويد في القدس لكل سياسات الاستطان لكل ما يجري اتجاه المعتقلين واتجاه الاغتيالات اللي صارت بالفترة الأخيرة لذلك حاول سؤالك فيما يتعلق بسياسات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية وتحديدا في القدس بقول أنه أصبح الآن ومن خلال شاشتكم من الضرورة بمكان أن يتوقف هذا العبث الذي يعطي السلاح السياسي المهم والغطاء لكل جرائم الاحتلال سواء في القدس أو في الأراضي الفلسطينية الأخرى وتحديدا حول السياسة الاستطانية المتصاعدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي قراءة للأوضاع الحالية وخصوصا للتطورات الأخيرة التي حصلت في السنتين الماضية لا شك أنه لا يمكن فصل ما يجري في الساحة الفلسطينية عن ما يجري في المنطقة عموما لكن أستطيع أقفز إلى النتيجة قبل أن أحكي عن المقدمات أن هناك صراع بين محورين محور المقاومة ومحور الاستعمار والصهيوني وعملاءهم في المنطقة محور المقاومة أنتصر وانتصر بانتصار سوريا وبهزيمة سوريا للمشروع الصهيوني الأمريكي الخليجي في المنطقة صمود سوريا هو اللي لذلك أشكركم من الآن أشكر سوريا أشكر شعب سوريا أشكر القيادة السورية على هذا الصمود على هذا العطاء على هذه التضحيات التي قدمها الشعب السوري من أجل أن تبقى قضية فلسطين من أجل أن تبقى القضية القومية العربية على طاولة الأحداث لو لا هذا الصمود السوري الذي تحقق بالفترة الأخيرة وصمود القيادة السورية وعلى رأس الرئيس بشار الأسد لما كنا توصلنا إلى هذه النتائج التي نحن بهذا أنا لا أريد أن أجمل الواقع كثيرا نحن في مرحلة صعبة وصعبة جدا لكن الشعب الفلسطيني يقاتل منذ ستين عاما مستندا لقوات ذاتية مستندا لأحقية قضيته لأهمية قضيته لوجود قضيته في قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية ومساندة كل القوى الحية وكل القوى التي لا تريد لهذا الشعب الفلسطيني إلا أن يصل إلى مبتغاه في تحقيق حقوقه الوطنية وحقوقه الأساسية في الحرية والاستقلال والتحرر من هذا الاحتلال البغيض واستعادة أراضي التي احتلت كامل أراضي ليس فقط ما في عنا بقاموسنا أراضي 67 وأراضي 48 كل الفلسطين التاريخي يجب أن تعود إلى أبنائها وهذا المشروع الصهيوني مشروع مؤقت حتى لو تراء إلى البعض أنه مشروع لن يزول التاريخ علمنا أكبر الإمبراطوريات هزمت أمام إرادة الشعوب تماما لذلك ما يجري الآن ما يجري الآن وإحنا اليوم نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني معنا عفوا تفضل 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 أستاذ حساب معنى أن نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا يعني أن الشعب الفلسطيني لغاية الآن لم يأخذ حقوقه هذا معنى احتفالنا وإلا لا ما كان هناك في أي معنى أو أي سبب لإحتفالنا بعد ستين عام من هذا الاحتلال البغيط وبعد أكثر من ستة وثلاثين عام من من إقرار هذا اليوم اللي في العام الف وتسعمية وسبعة وسبعين أقر هذا اليوم ولو كان من أقروا في الأمم المتحدة من أقروا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يعلموا أن الشعب الفلسطيني سيبقى في الألفية الثالثة لم يحصل على حقوقه وبالعكس وضعه الآن أسوأ من ناحية الاحتلال ومن ناحية بطش هذا الاحتلال ومن ناحية المظلومية التي تقع على هذا الشعب أسوأ من العام 1977 إذن سيد روسام الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم ما زال يقاتل ما زال لم يحصل على أي جزء لم يحصل على أي جزء من حقوقه استاذ حسام استاذ حسام لو سمحت لي هناك عدة أسباب لعدم وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه استاذ حسام يعني دعني أستغل وجود الدكتور إبراهيم زعرور استاذ التاريخ في جامعة دمشق ووجود حضرتك للحديث عن أن التاريخ يكرر ذاته أم أننا نحن العرب نكرر الأخطاء ذاتها يبدو أننا بعد 60 عاما من النضال والصراع الفلسطيني الصهيوني العربي الصهيوني لازلنا نكرر نفس الأخطاء ولم نتعلم من أخطائنا وهفواتنا والدليل على ذلك بأن هناك من يطالب باستمرار المفاوضات رغبة بتحسين صورة أمريكا كما ذكرت الصحف الإسرائيلية دعوت أحرنوت وهاريس بأنه الهدف الأساسي من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هو تجميل صورة أمريكا لدى العرب والمسلمين تحديدا وأيضا الشق الآخر المتعلق بتكرار الأخطاء سأذهب إلى الدكتور زعرور وأعود إليك لو سمحتني تفضل دكتور إبراهيم هو الاتكاع على التاريخ مسألي ضرورية من وجهة نظري وخاصة في هذا الموضوع لماذا؟ لأن الوطن العربي أخي نضال يعني الموقع الوطن العربي الجيوغرافي لم يتبدل ولم يتغير منذ ألاف السنين وهؤلاء الناس الذين عاشوا على هذه الأرض هم العرب أنفسهم إذا قلنا عن سوريا الطبيعية أو سوريا بلاد الشام التي هي سوريا مكونة من الجمهورية العربية السورية الخالية لبنان فلسطين شرق الأردن كانت اسمها بلاد الشام أو سوريا الطبيعية اختطعت في القرن الماضي دولة لبنان الكبير كان نظام الأغضية الأربعة من سوريا سوريا كانت مساحتها في ذلك الوقت 300 ألف كيلومتر مربع الآن مساحة سوريا الجمهورية العربية السورية 185 ألف كيلومتر مربع بعض اقتطاع لبنان منها بعض اقتطاع فلسطين بعض اقتطاع شرق الأردن بعض اقتطاع اللي اقتطعوه قبل لواء اسكندرون مناطق السورية اللي هي قلنا عنها أضنى وقرفة وديار بكر وماردين ثم لواء اسكندرون في 39 بعد كل هذا الاقتطاع بقيت هي مساحة الجمهورية العربية السورية 185 ألف كيلومتر مربع في سايكس بيكو أخي نضال كان في قرار بسايكس بيكو ينفذ على مرحلتين المرحلة الأولى هو هذا التقسيم الذي تحدثت عنه والتقسيم الثاني هو تقسيم سوريا الجمهورية العربية السورية إلى أربع دويلات إلى أربع كيانات دولة حلب دولة دمشق دولة جبل العرب دولة الساحل السوري لم يستطيعوا في ذلك الوقت تنفيذ سايكس بيكو رقم اثنين خلينا نقول لماذا؟ لأن الشعب السوري انطفض والوطنيين السوريين انطفضوا وقامت السورة السورية الكبرى في وجه الفرنسيين ورفضوا هذا التقسيم أجي للمشروع يعني البعض قد لا يتصور إن ما يحصل اليوم هو لتقسيم سوريا بالدرجة الأولى قسمت سوريا لعد في فلسطين ولعد في قرار وطني ولعد في قرار قومي ولعد في قرار عربي ولعد في أي زاكرة تاريخي لهذه الأممية بالمقابل أنا أريد أن نقول من التاريخ أيضا التاريخ ينبئنا يعلمنا يعطينا دروس مستفادة وعيضات وعبرات أخي نضال أبر التاريخ كل إمبراطوريات العالم جاءت إلى هذه المنطقة غازية غازية ومحتلة من اليونال إلى الرومان إلى المغول إلى الصليبيين إلى كل الإمبراطوريات وخرجت ظلت المنطقة عربية الأرض عربية والثقافة عربية والهوية عربية والتراث عربي والفكر عربي والأرض تتحدث العربية أنا لست مع المتشائمين الذين يتحدثون أن قضية فلسطين هي في أسوأ لا أبدا الأشجال الفلسطينية أبر 65 عاما منذ 15-48 إلى اليوم كل جيل يخرج من فلسطين متحمس لفلسطين أكثر من الجيل الذي سبقه هذا ماذا يعني وهذا ينطبق على الحال العربية أنا لا أتحدث عن الموقف الرسمي العربي أنا لا أتحدث عن الذين كانوا في الخندق الصهيوني من الرجعيين العرب من الحكام العرب الرجعيين الذين كانوا يساندون المشروع الصهيوني وأنا أقول المشروع الصهيوني لأن المشروع الصهيوني سوف يفكك لأنه وليد نظام أمبراطوري عالمي نظام أمبراطوري عالمي ولكن من يحافظ على الظواكر العربية التي تحمي هذا التاريخ الحقيقي بمعنى كي تنقله من جيلا إلى جيل الذين يكتبون التاريخ الذين يتعاملوا مع القضايا القومية القضايا الوطنية مع الثقافي مع الفكر مع السياسي أنت وأنا والذين يقفون وراء الكاميراء كل الإعلام كل المفكرين كل المثقفين كل البناضلين كل الوطنيين كل الأحرار يجب أن يكون لهم دور أساسي في تنمية هذه الذاكرة وفي استمرارتها ويجب أن لا نخاف من المستقبل يعني المستقبل لا يخيفونه إطلاقا لأننا نحن بإرادتنا بوعينا بثقافتنا بقدرتنا على التعامل مع الأشياء نستطيع أن نخرج من هذه من تأثيرات هذه الحرب الكونية طالما أن سوريا خرجت بدأت تخرج من الحالة وطالما أنها لم تنكسر رغم كل الكارثة التي أصابت كل السوريين كل مواطن سوري وكل سوريا بكل مفاصلة بكل أنشطة بكل مكوناتها ومع ذلك ظلت قائمة كما إشار أخي حسام لأنه هذا المحور محور الممانعة محور المقامة محور الصمود محور التحالف من أجل مستقبل الشعوب وحرية الشعوب واستقلال الشعوب هو الذي يتقدم والمحور نحن كنا نتحدث عن قطب قطبي وحادية قطبية في العالم الآن نشهد ولادة نظام عالمي متحدد الأقطاب يعني نلمس بعض العدالة في العلاقات الدولية بعض يعني هلات ملامح جديدة في المشترك يجب أن لا نهمل هذا الذي يحصل في العالم هذه التبدلات يجب أن ننتبه إليها جيدا ونتابع معها لذلك نجمل أم نوصف؟ نعم نجمل الواقع والتاريخ نوصفه واللحظة التاريخية نوصفه بواقعية وبمسؤولية وبوعي وبدون عاطفة كيف تصبح اللحظة تاريخية؟ تصبح اللحظة تاريخية عندما تتعامل مع الواقع مشكلة صحيح يعني أن تسمي الأشياء بنسمياتها يعني أنا لا أريد أن أتخيل أو أوصنى خيال شيء غير موجود في الواقع الواقع أن العملية المواجهة التي تتم على الأرض السورية هي حرب فعلا غير مسبوقة أخي نظام في التاريخ لم يشهد التاريخ البشري حتى في القرون الوسطى ولا في القرون الوسطى ولا في الجاهلية الهمجية ولا في الغابات ولا في الغابات ولا في أي منطق وهذا الانتصار على هذه الحالة سوف يبدل للعالم يعني فعلا ليس الأمر عاطفي عاطفية بتمنى بكرة يتفكك المشروع الصحيح يرجعه فرق بين الأمنيات والواقع تماما ولكن هناك إرادة هناك تطخي هناك تصميم هناك عزيمة هناك وعي هناك شعب صامد وصابر ومتحمل كما أشارك حسام يستحق أن ننحني أمامه وأن نقف أمامه بكل احترام هذه التطحيات الكبيرة لهذا الشعب العظيم الذي سوف يغير العالم والعالم يستند على هذا الموقف وثوابت الموقف السوري أستاذ حسام يعني أعود إلى السؤال المفتاح الذي ترحته على سيادتك يعني نحن أمام بلحظة تاريخية جديدة أم تاريخانية جديدة ورغم أننا نكرر الكثير من أخطائنا نحن العرب تاريخانية جديدة الحقيقة نحن أمام لحظة تاريخية لحظة تاريخية حقيقية لأنه يعني زي ما أشرت في السابق نشهد اشتداد اشتداد الصراع ووصوله إلى أعلى درجاته بين المحورين اللي حكيت عنه كما أشار الأستاذ أنه هناك تغير وتبدل على المستوى المشهد العالمي أيضا بروز قوى وهذه القوى بروز روسيا بروز الصين بروز هذه القوى الدولية لم يكن لها أن تحظى بهذا الدور وبهذه القوى لو لا قتال ولولا صمود الشعوب في منطقتنا العربية لو لا صمود الشعب الفلسطيني والشعب السوري والشعوب العربية والإسلامية في منطقتنا التاريخية اللحظة تأتي من جانب أن المشروع الصهيوني الأمريكي وصل إلى مراحل حارجي والآن هذه اللحظة التاريخية معناها هل سينكسر هذا المشروع وبالتالي ندخل إلى مرحلة ندخل إلى مرحلة قطاف هزيمة هذا المشروع الضروة في هذا المشروع وصلت إلى حد الصراع القائم على الأرض السورية الآن ما يجري في سوريا والنتائج التي ستضمخض عن المعرك الجارية في سوريا ستحدد أنا برأيي ستشكل وجه المنطقة وستحدد وجه التاريخ في المستقبل لأنه تمدد المشروع واستمرار وحقق هذا المشروع الصهيوني الأمريكي بصراحة من بداية ما سمي بالربيع العربي إلى أن اصطدم بالعقبة السورية كان يحقق تقدم تقدم ملحوظ حقق تقدم مهم في ليبيا حقق تقدم مهم في تونس وفي مصر سيطرت جماعات الإخوان المسلمين على هذه الدول هو تقدم مهم وانتصار مهم للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة أما عندما أصطدم هذا المشروع بالصخرة السورية وعندما قدم الشعب السوري ما يزيد عن مئات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحة والمعاقين والنازحين والمهجرين في مواجهة هذا المشروع أنتصر وتكسر هذا المشروع وبدأ يتراجع لا يمكن أن أنسى أن أنسى لحظة الارتباك التي عاشتها الإدارة الأمريكية من ساعة لحظة إعلان أنها ستهاجم سوريا وستقصف سوريا وستقوم بعدوان إلى سوريا وبعد أقل من أسبوع بعد أن أقل من أسبوع تراجعت الإدارة الأمريكية عن هذا الموقف وانقلب السحر على الساحر وأصبح تفاوض سوريا وتريد أن تدخل في تسوي سياسي للأزمة معها لذلك أنا أقول هنا تاريخية هذه اللحظة تاريخية هذه اللحظة استطعنا وستطعنا بمقاومتكم بمقاومتكم أنتم يا أخ نضال وأنا يعني ليس مجاملة وليس من باب أنا من باب التوصيف مقاومة هذا الشعب العظيم هي التي أوقفت المشروع الصهيون عند حده تماسك القيادة السياسية السورية وتماسك وقدرتها على إدارة الصراع وال القدرة والكفاءة الكبرى في إدارة هذه المعركة هذه المعركة من المستحيل كان أن يتصور أحد أن يستطيع أن يقف أمامها هذه الحرب الكونية دول كبرى لا تستطيع أمريكا لا تستطيع أن أمريكا في أحداث سبتمبر هزت الولايات المتحدة الأمريكية مجرد هجوم عسكري فما بالك بهذا الهجوم الكوني الاقتصادي الإعلامي السياسي العسكري مليارات الدولارات ضخط من أجل كسر هذه البلد وكسر العمود الفقري لمحور المقاومة في منطقتنا لذلك أنا بقول من هون أهمية هذه اللحظة التاريخية أنا لا أريد أن أكون متشائم ولا أريد أن أكون متفائل كثيرا أنا أقول أن المعركة ما زالت نحن ممكن أن نكون في وسط المعركة ممكن أن نكون في بداياتها لغاية الآن لذلك المعركة الآن السياسية أهم من المعركة العسكرية والقائمة لغاية الآن القائمة ما يجري في مخيم يرموك وما يجري في كل المدن السورية وما نراه من من إصرار من ليس من هذه الجماعات المسلحة التي تعيد فسادا في سوريا نحن لا نقاتل هذه الجماعات نحن نقاتل من وراء هذه الجماعات لذلك أرى أن المعرك لم تنتهي بعد ولا نريد أن نضع أيدينا في الماء البارد أستاذ حسام أكيد لن نتحدث عن نهاية معركة بحاجة إلى تضامن وتوحد ومزيد من التماسك أستاذ حسام لن نتحدث عن نهاية معركة نحن نتحاور فكريا والحوار الفكري يقودنا إلى مسارب كسر الحديث عن الجيو السياسية عن الجغرافية السياسية عن طبيعة هذه المنطقة وتاريخية هذه المنطقة وفي اليهودية التلمودية يقولون نحن نحرق منهم على سطح الأرض كي نحصل على ما باطن الأرض الآن فيما هو خاص من تطورات الاتفاق نوي بين إيران ودول خمسة زائد واحد جنة جنون نيتنياهو وتصريحات التي خرجت هنا وهناك الآن اليوم ذكرى الخامسة والسبعين اليوم ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع القدس ما الذي يعني أن نتضامن مع القدس أو نتضامن مع القضايا القومية والمصيرية للشعوب المحبة للخير والحق والعدل يعني ما معنى تضامن هل تضامن أن أركز في برامج تلفاز على جوانب محددة أم أوظف لأنه التلفاز عم يلعب دور سلبي جدا ضد هذا المشروع أخي نضال كما قال أخي حسام أولا نحن نريد فلسطين بالكامل لا يوجد القدس ويوجد حدود خمسة حزيران ولا يوجد 48 إلى آخره يعني أنه نحن نريد فلسطين هم يريدون أن ننسى فلسطين هم كل من أجل أن نتحول عن بوصولة فلسطين كل الذي حصل أول خطوة إنسى حق العودة أبدا أخي نضال كل الذي حصل منذ 15 أيار 48 يعني في عدوان وفي أدوان خمسة حزيران 67 وفي الاشتياحات الصهيونية للبنان وفي حتى نتائج حرب تشرين حيث وظفوا السادات المقتول لتحريك عملية السلام واتفاقيات كام ديفيد واتفاقيات وادي عربي كله من أجل أن ننصى فلسطين ويجب أن ننتبه إلى هذه المسألة والآن الحرب على سوريا من أجل أن تذهب فلسطين إلى العدمية أن ننصى فلسطين لكن أنا من جهة نظرية المتواضعة أن الإدارة الأمريكية هي المأزومة وأن الإدارة الأوروبيين هي المأزومة وأن الإدارة الصهيونية هي المأزومة وأن النظام الرجعي العربي مأزوم حتى النخاع الشوكي وبالتالي هم هم صحيح بحالة هجوم علينا يعني على فلسطين وعلى العروبة وعلى مشروع القوم العربي وعلى الوطنيين وعلى النهضويين وعلى المفكرين ولكن هم فعلا بحال من الهزيمة هذه اللحظة التاريخية أن تنتصر مشروعك هذا يعني انتصار للمشروع القومي العربي هذا يعني انتصار لفلسطين هذا انتصار لأحرار العالم لكل الأحرار في العالم أنت بثباتك على هذا الصمود وعلى هذا الصبر وعلى هذه التضحيات الهائلة وعلى القيادة التي قادت المعركة بكل وعي وبكل مسؤولية وبكل كفاءة وبكل انضباط وبكل تأني وبكل يعني صمت لاحظ يعني هذه المثلة طبعا القيادة كان لها دور أساسي مؤسس الجيش لها دور أساسي الشعب له الدور الأساس في كل هذا وطبعا السيد الرئيس الذي يقود كل هذه العملية في هذه الحرب المختلطة العربية والإقليمية والدولية كونية حقيقة يعني التاريخ الآن التاريخ يكتب من سوريا والعالم يتشكل من سوريا والأقطاب تتشكل من سوريا تماما والقضية المقاول القضية الفلسطينية تبدأ من جديد لها الاعتبار من سوريا من سوريا ولا أحد يظننا أن المسألة هي بعيدة عن فلسطين وبعيدة عن حرية العرب من أقصى المغرب إلى أقصى المشقرة ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولاحظ أخي نضال كل هذا الانهيار في الإسلام السياسي الذي نراه في تجارب الإسلام السياسي التي نراها في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي مناطق مختلفة من العالم هم كل هذه هي أنظمة لأمريكا لماذا بيعت؟ إذن الذي يعمل لصالح أمريكا هو يباع في أسواق النخاسة التاريخ يسطر عندما تريد أن تكتب التاريخ أنت كباحث وأستاذ والتاريخ علم قائم بذاته تسطر اليوميات أم تسطر القضايا الكبيرة تسطر القضايا الاستراتيجية حضايا الاستراتيجية يعني استراتيجية من أي منظور التحولات في الحالة كيف تحصل التحولات في العالم من منظور مفهوم الدولة الوطنية المشروع الوطني الكبير ولا من منظورك أنت قربك أو بعدك من هذا الحاكم أو ذات المشروع الوطني يجب أن يتفق مع المشروع القومي والمشروع القومي يجب أن يتفق مع المشروع الإنساني ولا يتعارض معه يعني ليست القومي العربية ليست بالضرورة يعني هي اليجب والضرورة تصبح فقط باللغة العربية بو قصة يجب بس لا يمكن لا يمكن أنت عندما خرجت النازية فشلت النازية عندما خرجت الفاشي هزمت أيضا الفاشي لماذا؟ لأن المشروع الإنساني هو أوسع وسوريا هي تدافع عن مشروع إنساني يعني سوريا الآن هي تدافع عن حق طبيعي عن شعبها عن سقابتها عن النارية عن كلامتها عن انتماءها عن تاريخها عن تراثها عن حضارتها عن آثارها عن أبجديتها عن دور الحضاري والإنساني والعالم الآن لا يتعاطف معك أو يقف معك من أجل سواء لا هناك نهج هناك نهج وطني قومي تقدمي إنساني كذا إلى آخره وهناك يقابلك حالي من العدوان حالي من العدوان الكامل أخي نضال لاحظ حالة الهستيريا التي تعيشها الأنظمة الرجعية العربية حالة الهستيريا التي تعيشها حكومة أردوغان والأخوانية حالة الهستيريا التي عاش هو الإخوان المسلمين في زمن مرسي هناك حالة من الهستيريا أصيبوا بها جميعا كل تقارير الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والصهيونية والعربية الرجعية وعملاء في لبنان يعني طبعا في لبنان في أعملات تعرف هناك استطالات لهؤلاء الأعملاء لم تستطع أن تكتشف ما هو السر الصمود السوري وما هو سر قدرة الشعب السوري على التكيف مع الخياة هم يريدون أن يمنعون أسباب الحياة أن يغلقوا المدارس أن يغلقوا الجامعات أن يغلقوا المعامل أن يغلقوا الحياة أن يمنعوا الناس يمرون في الشوارع السوري هي الشمس والضوء والشمس والضوء والنور لا يخاف الظلمة تماما يعني المسألة هنا تأخذ أبعادا ولكن هنا أنت تخلط ما بين الأديب وأستاذ التاريخ والسياسي والوطني والقومي أريد توصيفا تاريخيا سأعود إلى هذا التوصيف التاريخي لأن عبارات التي تستخدم عند المؤرخين تختلف العبارات أنا لا أتحدث عن حقيقة أدبية في رواية يمكن تتحدث عن بعد اجتماعي أو وطني أستاذ حسام عرفات يعني من خلال متابعتك وقراءتك يعني نحن الآن عندما نريد أن نسجل هذه اللحظة تاريخيا نريد أن نسجل عبر وسائل الإعلام كي نسوقها أم نريد أن نسجل في الدفاتر وفي الكتب وفي الويكيبيديا كي تكون متوارسة للأجيال التي ستأتي بعد لتقرأ الحقيقة بأقلام أبناء هذه الأرض اللحظة التاريخية اللي كتبت بالدم يا أستاذ نضال اللي كتبت بالدم بدم الشعوب العربية اللي تنزف منذ سنتين على يد هذا الاستعمار وهذا المشروع الصهيوني الأمريكي ستكتبها الويكيبيديا وستكتبها كل الكتب وكل الكتاب غصبا عنهم ليس مخاطرهم هذا واقع واقع معاش تاريخي الآن الآن يصنع يصنع التاريخ أنت إذا بترجع لقبل تلاتين سنة بدك تحكي عن حدثين أو تلات أحداث مهمة في تلاتين أربعين سنة ممكن تتغلب حتى تلاقي حتقول أن احتلال إسرائيل في السبعة وستين والثماني وأربعين إلى آخره حرب التشرين هذه الأحداث التاريخية ستعلق بذهنك مش هيألق بذهنك أشياء أخرى تصور نفسك بعد أربعين عام بعد أربعين عام ماذا سيتتحدث الأجيال عن هذه اللحظة التاريخية الآن التي نعيشها الآن صحيح أنها بوضع صعب لكن عندما أقول أنه الشعب الفلسطيني والشعب السوري يكتب التاريخ فأنا لا أكون مبالغا يا أستاذ نظام لا أكون مبالغا أنت سألتني سؤال إليه طبيعة أدبية كنت برغب بالأسئلة السياسية أكثر من الأسئلة التي لا طابع أدبي وتاريخي لأنه عندك أستاذ تاريخ لكن دعني أكون أديب ولو لثلاث دقائق نحن الآن فعلا نصنع التاريخ نصنع التاريخ ويريت كنت بقدر أكتب رواية أو بقدر أكتب شعر أو بقدر أكتب أنا لا أبالغ أنا عندما أشاهد على التلفزيون السوري عائلات جنود الجيش العربي السوري وكيف يستقبلوا أبنائهم الشهداء وكيف يستقبلوا أبنائهم المعاقين اللي قاعد على سرير شاهدت عدة عائلات على شاشتكم لأم قاعدة بجنب ابنها المجند قامات السنديان لا يتحرك كل أطرافه مشلول شلال كامل ولكنها تقول أنه هذا الوعي الوعي الإنساني هذا ابني ذهب عندي ابن ثاني مستعد أقدمه يروحي قاتل مع الجيش السوري مشان قضية محقة وقضية صحيحة ليش العالم كلياته الآن بدأ يتفهم طبيعة المعركة التي تخوضها سوريا أنا مركز على الموضوع السوري لأنه زي ما حكيت ما يجري في سوريا سيحدد وجه المنطقة الانتصارات التي تحددت الآن في سوريا والتي تحققت في سوريا بفعل الجيش السوري العربي السوري البطل هذا الجيش الذي لم يستطع أن تكسره سنتين من الاستنزاف والحروب والضغط وكل هذه الحرب الكونية التي شنت عليه لم يستطيعوا أن يخترقوا هذا الجيش وهذا الجيش يقدم أكثر ما عنده أكثر ما عنده والشعب السوري أيضا هذا الشعب السوري الذي التف حول قيادته وفهم اللعب فهم مؤخرا وليس مؤخرا ومنذ بداية الأحداث فهم أن هناك هدف سياسي من وراء هذه الحرب التي تخاض ضد سوريا هذا الهدف السياسي مغلف بأغلف الديمقراطية قدمونا القطريين والسعوديين وهذول الدول الخليجية قدمونا خدمة كبرى عندما تحدثوا عن أنهم يخوضوا الحرب في سوريا من أجل الديمقراطية في سوريا لأنه لم لا أحد صدقهم حتى الشعب السوري اكتشف من هذا الشعار الذي رفعوه هؤلاء المجرمون اكتشفوا من هذا الشعار أن هناك مؤامرة وهناك هدف سياسي من استهداف سوريا ما هو هذا الهدف السياسي أنت حكيت عن الموضوع الجيوسياسي موقع سوريا ودور سوريا هذا هو المطلوب هذا هو المستهدف ليس المطلوب أشخاص وليس المطلوب مجرد حرص على على إرساء الديمقراطية في سوريا المطلوب دور سوريا القومي المطلوب إسقاط هذه هذه الدولة بمعناها وبحيثياتها سواء الشعبي والرسمية وقيادتها هذه القيادة القومية التي عاجزوا عن إسقاطها أنا أقول لك لك أن تتصور لك أن تتصور أنا لا أريد أن أكون مبالغ لك أن تتصور لو استطاعوا إسقاط الدولة السورية هل كان ما حدث في مصر يحدث يا أستاذ نضال أكيد لا هل كان حكم الإخوان المسلمين الذي تربع على عشر عرش مصر لمدة سنة كاملة مستفدين من الزخم الذي حصل في تونس من سيطرة الإخوان المسلمين في تونس لو استطاعوا هزيمة سوريا وإسقاط الدولة في سوريا هل استطاع الشعب المصري أن يسقط حكم الإخوان المسلمين الأمور مترابطة مترابطة مع بعضها البعض والحلقة الرئيسية في هذه السلسلة هي سوريا أنا بحكي حكي سياسي لذلك بقول أنه الآن الوقوف إلى جانب سوريا إحنا كجبهة كنا نقول دائما إحنا لن نتدخل بالأزم السورية إحنا نقب سياسيا مع سوريا ولن نتدخل ميدانيا أنا بقول لك الآن هذا الموقف كان خاطئ كان يجب أن نتدخل ميدانيا انسجاما مع موقفنا السياسي لمحاربة هذه المجموعات الكفرية كما فعل حزب الله في القصير وغيره لذلك أنا بقول الآن دعم سوريا والوقوف إلى جانب سوريا والالتفاف حول سوريا من جانب محور المقاومة سوريا إيران حزب الله فصائل المقاومة والشعب السوري حكما واقف مع هذه البلد وماقف مع قيادته والجيش العربي السوري حتى نستطيع أن نوجه الآن هزمنا المشروع الصهيوني بالنقاط أنا أقول إذا أحسننا إدارة المعرك المقبلة وسنحسن ذلك بما أنه بموجود عندنا شخص اسمه بشار الأسد سنحسن إدارة هذه المعركة سنصل إلى الضرب القاضي سنصل إلى هزيمة هذا المشروع بالضرب القاضي يا أخي نضال ما يجري على الأرض الفلسطينية عندنا في الضفة الغربية من من إعلان للدولة والآن كل هذا الاحتفال اللي عم عم يحصل مع الشعب الفلسطيني وكل هذا التضامن رغم الخلل الخلل الكبير اللي موجود في داخلنا والانقسام البغيض اللي حاصل بين أقوى بين أكبر قوتين عنا في الساحة الفلسطينية لو لا سمود سورية لكان وضعنا أيضا أسوأ من ذلك بكثير لا يوجد أي فصل بين ما يجري في سوريا وبين ما يجري في فلسطين لا يوجد أي فصل من يحاول أن يفصل يلوي عنق الواقع بكذب على حاله لا يوجد فصل الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية بعد احتلال العراق أجه كولين باول يركض على دمشق مزهوا وقال وقال الرئيس بشار الأسد وهذه معروفة هاي الحادث التاريخية ونقلتها القيادة السورية لقيادتنا للمجاهد أحمد جبريل وللأخوة في قيادة الجبهة احنا هاينا هاي جنودنا موجودين في بغداد بتأخذوش معانا غلوي ياب تطردوا فصائل المقاومة أحمد جبريل وخالد مشعل الله يساهل عليه وقيادة الفصائل المقاومة يا إمة سيلحق بكم ما جرى في العراق وكان الرد من هذه اللحظة وكان ميزان القوى يميل بشكل فاضح لصالح الأمريكان والإسرائيليين محتلين المنطقة كان بإمكان الرئيس بشار الأسد ودفعت دفعت سوريا ثمن هذا الموقف من القضية الفلسطينية ومن فصائل المقاومة ما يجري الآن هو نتيجة لهذا الموقف لا أستطيع أن أفصل الأحداث عن بعضها البعض بالتأكيد بالتأكيد فصل ونتابع هذا الحوار من دمشق أي خونة المدن العربية ترجمة نانسي قنقر 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 هناك من يربط يريد أن يفصل بين الأدب والسياسي والحوامل كلها عندما نتحدث على الاقتصاد كحامل للسياسة نجد أننا ننضي بعيدا في هذا الجانب في هذه الأزمات هل يمكن لنا أن نفصل بين التاريخي والجغرافي يعني أننا نقول عن لحظة تاريخية أم أن نتحدث عن جغرافيا سياسية تمتلكها سوريا والمنطقة وسؤال يكرر ويطرح ذاته باستمرار إلى متى سنبقى موضوعين على المشرحة السياسات الدولية الكبرى خنضال الصراع لا يتوقف يعني صراع الدول والمصالح لا يمكن أن يتوقف وبالتالي نحن هناك دائما لحظات تاريخية يجب التعامل معها بكل وعي بكل مسؤولية بكل قراءة متأنية لأن اللحظة التاريخية يعني هذا الكلام الذي نتحدث به الآن هو لحظة تاريخية صمود الشعب السوري منذ عامين ونيف وثمانية أشهر في مواجهة هذه الحرب الكونية الذي تشارك فيه جنسيات مختلفة من العالم ودول أساسية في العالم 83 جنسية من المرتزقة الذين جاءوا إلى سوريا مجندين بإرادة دولية وبإرادة إقليمية وبإرادة عربية رجائية طبعا وإخوانية هذه اللحظة التاريخية موقف الشعب السوري أنا مفترق أنا مفترق طرق نعم مفترق طرق على مفارق مفترق أو مفارق هناك تستطيع أنت أن تقول على احتمالات تعددها طبعا احتمالات ولكن لا يمكن أن تفصل بين هذه الرؤية وبين الثوابط التي تمسكت بها الدولة السورية استنادا على موقف الشعب السوري ودور الجيش السوري في محاربة الإرهاب هنا الحقيقة التاريخية من الحقيقة السياسية والميدانية هي الأبقى والأقوى التاريخ يتحدث عن الموقف السياسي أو القرارات السياسية أو حالة المواجهات التي تمت على الأرض لكن أعطت تعطي مدلولات سياسية لكن التاريخ هو الذي سيكتب هذه الحالة مثلا عندما نتحدث نحن عن الغزاة اليونانية إلى المنطقة أو الرومان أو الصليبيين أو المغول وتدميرهم للمنطقة هم جاءوا إلى المنطقة إلى بلاد الشام لم يأتوا هذا ليس تاريخا أليس تاريخ عندما تتحدث في نضال عن معركة حطين 1187 583 للهجرة وعن تحرير القدس أليس تاريخ عندما تتحدث عن معركة 1260 في غزة في فلسطين عينجالوت وعن تحرير القدس هذا أليس تاريخ أليس تاريخ عندما نتحدث على أن الشعب السوري الثورة السورية الوطنية الكبرى هي التي أسقطت سايكس بيكو رقم 2 ومع التقسيم السورية الجنفيري العبيب السورية أليس تاريخ عندما نقول أن المجاهد عز الدين القسام الذي خرج من مدينة جبل السورية وذهب إلى فلسطين ليقاتل الاستعمار البريطاني هناك والحركة الصهيونية والآن تتحدث كتائب القسام باسم المجاهد عز الدين القسام أليس لحظة تاريخية عندما تصدى المجاهد الشهيد جول جمال إلى البارجة الفرنسية في أدوان 56 أليس لحظة تاريخية عندما كانت حرب تشرين التحريرية التي قيل عنها الكثير وكتب عنها الكثير وصويته قال عنها الكثير أليست هي أوسع حركة مقاومة في وجه المشروع الصهيوني أيين كانت نتائج حرب تشرين سليمان الحلبي هل سبط من الذاكرة سليمان الحلبي سليمان الحلبي الذي تعانى كليبر بالخنجر نعم يعني هناك عذب وحرقت يده وقطعات تماما وقتل على الخازوق لمدة أربع ساعات نعم وجسته موجود بمتحف العلوم الإنسانية في باريس نعم يعني هناك حتى اللحظات نعم لحظات تاريخية في النضاء لا تستطيع أن تسقطها من حساباتك يعني الإنسانية وحساباتك السياسية وأنت تتحدث عن مشروع قومي هنا هنا في مثل الحالي الحالي السورية نعم عملية المراكز البحثية التاريخية والبحثية التي تتعلق بدراسات الاستراتيجية يعني عملية الكتابة والبحث تكون تسير جنبا إلى جنب مع البطولات الميدانية التي تحصل في الميدان أم أن المسألة تحتاج إلى زمن حتى نعود إلى كتابة التاريخ أعتقد أن هناك عملية توثيق قائمة حاليا بشكل يومي بكل بكل الاتجاهات عن ما يجري يعني على الأرض سياسية بالصوت والصورة أيضا أنا أعتقد ذلك وهذا أمر ضروري وهناك معلومات يعني تقول الحقيقة من بعض الأخوة يتحدثون وهذا أمر طبيعي لأن أنا لم أكمل فكرتي عن حرب تشرين صدر من روح حرب تشرين أخي نضال هذه المقاومة هذه المقاومة التي هذا الحلف محور المقاومة الذي نشاهده اليوم يعني بعام 2000 عندما حرر الجنوب في 2006 عندما صد العدوان الصهيوني في 2008 في 2012 وهذا الآن الصمود السوري هو من روح حرب تشرين من روح من دماء شوهدا حرب تشرين من معارك جبل الشيخ والجولات التي استمرت بعد توقيع بعد وقف إطلاق النار في الجبهة المصرية يعني هذه هي الروح التي نتحدث عنها والتي لم يكتب عنها كثيرا والتي أسقطت في كثيرا من حساباتنا يعني هناك بعض يجب أن نؤيد этот نظر في مناهجنا التربوية في مناهجنا المدرسية في ثقافتنا في توجهاتنا الوطنية في توجهاتنا القومية في مسؤوليتنا عن تربية الأجيال ومسؤوليتنا في خلق حالي من الوعي حالي من المعرفة عن تاريخنا وعن تراثنا وعن أمتنا أخي الضال لا يمكن يعني اللحظة التاريخية الآن هذه هي لحظة وعي ولحظة قرار ولحظة مسؤولية ولحظة قدرة على مواجهة هذه الحرب بكل أبعادها وهنا لا كما تفضلت لا تفصل بين الحالة الاقتصادية والحالة السياسية والحالة الأمنية والحالة العسكري كله متدافر وحتى الحالة الاجتماعية وحتى الحالة التي تسمى حالة دينية يعني تحت اسم بين قوسين استخدام الدين أو استغلال الدين أو رفع شعار الإسلام السياسي وتوظيفه لخدمة مشاريع كما يقولون في الإسلام السياسي نستخدم محمد ابن عبدالله ضد محمد ابن عبدالله يعني هو ضد الإسلام لاحظ أنت الناس أصبح لديها وعي لديها معرفة لديها استقراءات لديها استشراف للحالة وهذا كله سوف يكتف في التاريخ وطبعا كثير من الناس الآن يكتبون يعني ربما لا تظهر لأن المعركة لحظية والمعركة الآنية والمعركة هي في دقائقها في ساعاتها في أيامها في أسابيعها في أشهرها ونحن دخلنا السنة الثالثة في هذه الحرب وهذا الاصطفاف الدولي ليس استفافا من أجل سوريا لا من أجل وقف السيطرة والهيمنة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعود دولة أظماء لا ولكن لم تعود الدولة الوحيدة القطب الواحد الذي يهيمن على العالم والذي يصدر القرارات ويشئق القرارات والذي يعتبر أن الكيان الصهيوني هو الذي يؤدب هو شرط المنطقة أخي يضع للمشروع المشروع كثير خطير ولكن هل نجد قراءة ما بين السطور الموضوع متشعب ودقيق والتاريخ يعيد نفسه والأخطاء تتعاد مو يعيد نفسه التاريخ لا يعيد نفسه الأحداث في التاريخ تتشابه والأخطاء تتكرر باستبرار ربما أخطاء وكل يعتقد بأنه هو الفاتح الأكبر وهو المنتز والمخلص للبشرية هناك معايير أخي النظام هناك معايير هناك مقاييس هناك ضوابط هناك قواعد تحكم هذه الأشياء لا أستطيع أن أزعم في الحروب لا ضوابط ولا موانع ولا أخلاق ولا أي بقيمة القيام ولكن هناك وطن في الحروب والنكبات هناك وطن هذا الوطن الذي وقف من تخاطر أن تقول هناك وطن لمن تتوجه لكل الناس حتى الذين ذهبوا بعيدا وأنا أعرف كثير من الناس للأسف الأشخاص الذين سموا حالهم معارضة الفنادق والعواصم والدولارات والبتر الدولار وكانوا يحسبون تقدمين وأنا أعرفهم شخصيا الآن يقبضون من السعودية ومن قطر ومن غيرها إلى آخر تحت مسميات أنه والله ماذا يحصل وجهة نظار أنه العمالة صارت بين وجهة نظار لا يمكن أن تكون الخياني وجهة نظار أبدا الخياني خياني وبالتالي الوطن وطن يعني حب الوطن كرامة الوطن حرية الوطن استقلال الوطن قرار الوطن وحدة الوطن وحدة المجتمع وحدة الشعب وحدة الدولة وحدة الجيش هي الأساس يعني وبالتالي نحن أمام حالة تاريخية فعلا ومصيرية تتناول الجميع بدون الطفل والشاب والمرأة لا تستطيع أحد أبدا أستاذ عرفات يعني السؤال يفرض ذاته بأنه هناك مشروع مقاومة هناك مشروع مساوم المشروع المساوم يتعامل مع الأمور بشكل قدري يعني أنه قدر دعونا نتعامل مع الأمور بهك كذا يعني هل يفرض ذلك الجغرافية السياسية هي التي تفرض ذاتها على المشروع القدري المساوم أم أن المسألة أبعد من ذلك بكثير من خلال كتابة اللحظة السياسية التي ستصبح جزءا من تاريخ هذه المنطقة والعالم لا يمكن أختلف معاك هو مش مشروع قدري مساوم هو أداة هذا المحور هذا المحور هذا المحور يقوم بدور الفرق بين محور المقاومة ومحور الاستسلام هو أن محور المقاومة لديه قضية محور الاستسلام يقوم بدوره هذا الفرق الرئيسي وموظيفي ولذلك تجد أن المقاتل في محور المقاومة سواء كان على الجبهة السياسية سواء كان على الجبهة الفكري سواء كان على الجبهة العسكرية يقوم بدوره بكل إخلاص وبكل مستعد أن يقدم أن يضحي بنفسه كما 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 يحدث الآن كما يحدث الآن سواء على الجبهة العسكرية أو على الجبهة الأخرى كما قلت أما المحور الآخر محور المساومة والاستسلام وما بدنا نسميهم هم معروفين يعني لبنا نقعد نسمي من نخلطش اليوم على هذا المحور المساومة محور المقاومة ممكن نعدهم على أربع على عدد أصابع اليد يعني مش رحين يغلبون كثير هذا مشروع يندرج كل هؤلاء الذي تسميهم محور الأقدار أو محور القدري يندرجون تحت إطار أدوات المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة مبارح قراءة تصريح لصاحب تلفزيونات روتان الوليد بن طلال هذا هذا بيقول إنه إذا هاجمت هاجمت إسرائيل إيران فإحنا سنقف إلى جانب إسرائيل وصل يحرص معلن لا لا إحدى الصحف الأجنبية ومع مراسل صحفي يهودي قال للمراسل اليهودي قال له وهذا الوليد بن طلال يعني لا يمثل فقط حالي اقتصادية هذا يمثل اتجاه مهم وقوي في داخل العائلة السعودية إلى جانب المدعو بندر ابن سلطان الدموي الذي يقوم بدور بدور استخباري في في مشروع في المشروع الصهيوني الأمريكي هذا التصريح عندما يصدر عن مثل هذا كذا شخصي وين القدر في الموضوع هذول تربوا يا أستاذ نضال يا أخي نضال هذول تربوا في الدوائر الاستخبارات الأمريكية هذول ينفذوا دور لذلك هذا المحور المحور المقاوم رغم قلة عدد المنتمين له في المنطقة العربية والذي ما قلت لك يعدوا على أصابع اليد نجحوا في تشكيل حلف دولي إقليمي محلي الآن لا تستطيع أن تفصل وأن ترى الإعجاب الروسي بصمود هذا المحور المقاوم وبالتالي أنه الروسي يجي يضرب على الطاولة أمام الأمريكان وأمام العالم كله ويقول أنه لعند هون وقفه بس لأنه لن تستطيع هزيمة هزيمة هذا المشروع لن تستطيع هزيمة هذا المحور الروس استندوا إلى القوة العقائدي والإيمان الذي يتصف به محور المقاومة في فرض شروطه السياسية على المحور الآخر أو على الحلف الكون الآخر ولكن أستاذ حسام الغياب الوعي لذلك لا تضيع وقتك ونحن نحلل بأنه غياب الوعي يا أستاذ حسام وانتشار الجهل والتخلف لدى شريحة إنه هذا السعود وهذا أتفضل غياب الوعي وانتشار الجهل والتخلف جعل بعض الإخوة العرب يختطفون إلى مطارح لا تحمد عقباها مع الحركة الوهابية ومع الإرهاب القاعد وجابة النصرة وملف لفهم يعني ما الذي يمكن أن تطلق عليه من تسميات أي تسمية لا تصلح ما هذه الحالة هنا بسألة حضور العقل أو غيابه في مسألة مشروع مقاوم أو مشروع مساوم المسألة تبدو ببعد آخر أو ببرحة مختلف كليا لا لا برضو مضطر أختلف معاك إنه مش موضوع جهل الموضوع ليس موضوع جهل إنما يعني 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 ما عندهم مش فكرة عن التاريخ لاتنين سوا هذا الموضوع الموضوع باختصار هو القيام بدور الآن لو لا قالوا لاتنين سوا لاتنين سوا يا سيدي لاتنين سوا بدي أتنزل لك شوي لاتنين سوا لكن الأساس في الموضوع الأساس في المسألة إنه المنطقة في ظل ثورة الاتصالات وثورة التكنولوجيا وثورة الثورة الصناعية وكل هذه التطورات اللي حصلت خلال الثلاثين أربعين عام الماضي أصبحت شكل المعرك وشكل المواجهة بين هذين المحورين مختلف تماما ذلك أنا كنت قاصد تماما إنه أقول إنه من حر عقلنا إحنا في محور المقاومة من قناعاتنا الأساسية من قناعاتنا إنه إحنا نخدم قضية لماذا يقاتل لماذا يقاتل الفلسطيني الآن في مخيم اليرموك في مواجهة هذه المجموعات لماذا قدمت الجبهة الشعبية القيادة العامي 38 شهيد لغاية الآن على مذبح قضية زي قضية اليرموك مشان نتبروز يعني مشان ناخد دور لماذا قدم حزب الله خيرة أبنائه على الأرض السورية وبكل رضاء في الحالتين بكل رضاء لأن هناك قضية هناك قضية وهناك هدف سامي من وراء الاشتراك في هذا في هذا المحور لذلك نحن لا نقوم بهذا الدور عن جهل أو عن تخلف والآخرين لا يقوموا بدورهم المخزي أيضا عن جهل وعن تخلف بكامل وعيهم رضوا أن يكونوا أدوات في المخطط الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة يعني بدك تخنعني بإيش يعني هلأ على صعيد القضية الفلسطينية ماذا قدمت هذه الدول بالمحور المعادلة لمحور المقاومة ماذا قدمت للقضية الفلسطينية غير المال ولماذا قدمت المال قدمت المال لخدمة مصالحها هي مش لخدمة القضية الفلسطينية مش كتير حريصين على القضية الفلسطينية لذلك هون زي ما بقوله يعني صديق الفكرة الأساسية في الموضوع أخي نضال الفكرة الأساسية المعركة كبرى استراتيجية وشمولية المشكلة الأساسية استاذ حسين ويشارك فيها الآن سؤالنا الختامي يعني صديق عدوي صديقي والعدو صديقي عدوي يعني إذا كانت الفكرة نحن عدونا واحد وعدونا مشترك هو إسرائيل أنا عندما تحدثت عن الجهل والتخلف تحدثت متقصدا عامدا متعمدا من اختطف عقله وذهب وراء الأخونا وراء القاعدة وراء في أي حال من الأحوال عن أن المقاومة هي فعل إلا أنها فعل واعي مؤمن إلى أبعد مدى سؤالي الأخير لو سمحت لي أن نتضامن مع القدس في يوم عالمي كاليوم يعني أن نقدم القدس المزيد للمقاومين المزيد ولكن كيف يكون ذلك هل يكون عبر التوثيق عبر التاريخ عبر الجغرافيا أم عبر الدعم بأشكاله ومستويته المختلفة ابتداء ابتداء تقديم الدعم للقدس التي تهود الآن القدس لم يبقى منها أخي نضال لم يبقى منها شبر واحد أصلا الإسرائيليين لا يعترفوا حتى بكل تصريحاتهم معنا في المفاوضات وغير المفاوضات أن هذه القدس هي العاصم الأبدية لإسرائيل هذا الشعار المرفوض الموقف العربي فيما يتعلق بموضوع القدس ما زال لغاية الآن متخلف وقاصر عن مساندة بس قبل قبل أن أطالب الأم العربية وأن أطالب الشعوب العربية وحتى المستوى الرسم العربي بدعم قضية القدس سواء بالدعم المالي أو المعنى أو السياسي أو الإعلامي أو غيره يجب أن أدعمها أنا كفلسطيني أن أكون على قدر المسؤولية بدعم قضية مركزية وأساسية زي قضية القدس دعم هذه القضية فلسطينية يتم بالتالي يا أخي نضال أن ننهي هذا الانقسام فورا أن نجلس ونعيد قراءة المرحل السابقة بشكل مفصل نحن قادة هذا الشعب الفلسطيني وفصائل وقوى الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية الحية في داخل هذا الشعب حتى نستطيع أن نتجاو بدون تجاوز هذا الانقسام لا تستطيع أن تقدم أو أن يرتكز الوضع العربي والأم العربية على دعمك استخدمنا هذا الانقسام استخدم استخدم قضية القدس للدعاية السياسية راحوا الإخوان المسلمين وجماعي والأطراف الإسلامية هنا المتحالفة معاهم راحوا رفعوا صورة مرسب على مآذن المسجد الأقصى للأسف الشديد لم يحصل هذا الشيء ماذا تقول لسوريا والسوريين استاذ حسام على هذا شكرا شكرا استاذ حسام عرفات الشعوب العربية تقف معنا شكرا استاذ حسام عرفات عضو الجبهة شعبية لتحرير فلسطين للقيادة العامة كنت بانا من الأراضي الفلسطينية المحتلة الجملة الأخيرة التي يمكن أن تتوجه بها إلى سوريا والسوريين ماذا تقول أقول لسوريا والسوريين تعجز الكلمات تعجز الكلمات عن وصف ما فعلته أقول لكم هناك البعض منكم من غرر به والبعض القليل لكن ما قدمتوه وما تقدموه لغاية الآن تعجز دول كبرى عن تقديمه أقول للشعب السوري العظيم لا تتخلى عن قيادتك والتف كما أنت الآن حول جيشك وحول دولتك لهزيمة هذا المشروع أو ما تبقى من هذا المشروع وأقول للشعب السوري الشعب الفلسطيني في فلسطين هنا يقدركم عاليا ويقف معكم ومستعد لو يستطيع أن يقدم التضحيات من أجل قضيتكم قضيتكم عادلة قضيتكم لا تقل عدالة عن قضية فلسطين اللي مضى عليها ستين عام وأكثر لا تنتبهوا الآن أنتم رأس الحربة في هزيمة هذا المشروع رغم التضحيات التي تقدمها إلى الجيش السوري البطل أقول له تقدم إلى الأمام لقد رفعت رؤوس العرب جميعا وتأكد أن الحرب التي تخوضها حربا عادلة ضد هذه العصابات المجرمة التي تحركها دول كبرى لقد استطعت أيها الجيش السوري وأيها القيادة السورية وأيها الشعب السوري أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية قضية العرب جميعا فتحية للشعب السوري وتحية للقيادة السورية شكرا أستاذ حسام عرفات عضو الجبهة الشعبية لتحريف فلسطين القيادة العامة شكرا جزيلا لك وكل التحية من إيقونة المدائن إلى القدس عروس المدائن شكرا أستاذ إبراهيم دكتور إبراهيم زعرور عندما نتحدث عن التاريخ والجغرافيا نتحدث عن جزء من كينونتنا البشرية والإنسانية نتحدث عن ما سنتركه للقادم من الأيام لأجيال لأولادنا للأجيال التي لم يتشكل وايا بعد بصياغة كعادتك في الجامعة وفي كعادتك في الحوارات بالمجمل ما الذي يمكن أن تقوله بالمجمل أن المشروع تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الكيان الصهيوني إلى دولة يهودية يعني طرد العرب الفلسطينيين عرب 48 لا يمكن أن يتحقق بوجود الدولة السورية حي واحد ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا حولت لبنان إلى كيانات طائفية وسوريا إلى مجموعة كيانات طائفية ومصر إلى دولات والعراق إلى دولات وإلى كيانات وهذا هو مشروع برنارد لويس والذي أكده هيري كيسينجر وأكده برنار هيري ليفي هذا الذي يحصل في سوريا يعني للأجيال القادمة سأسقط كل هذه المنظومة التي خططوا لها بفكرهم الشيطاني من أجل تهويد فلسطين وضمن القدس ومن أجل تحويلنا نحن إلى مجموعة من العبيد أو إلى الرغم نعمل في مشروعهم الشرق أوسط الجديد أو الكبير الذي قال عنه شامون بيريس على أنه يرتكز على ثلاثة قواعد أساسية هي الفكر الصهيوني أو العقل الصهيوني الرأس المال العربي العمالة العربية الرخيصة وبالتالي إلغاءنا إخراجنا من التاريخ إخراجنا من دورنا إخراجنا من دورنا الحضاري والإنساني والمعرفي وبالتالي تحويلنا إلى مجموعة من الرق فيما يتخيلون هذا الانتصار الذي يحصل وسوف يلغي كل هذه المشاريع الشيطانية التي خططوا لها منذ ليس الآن وأخي نضال أنا أستذكر تماما في عام 1983 شكلوا لجنة في الكونغرس الأمريكي من أجل محاربة سوريا لجنة في الكونغرس الأمريكي في 83 وفي قمة عمل الرئيس الأمريكي رون دريجان وفرنسوامي تيران واعتبروا سوريا من الدول الرائعي لإرهاب تبين أن سوريا من ضحايا الإرهاب وتبين أن إيران من ضحايا الإرهاب دليل ما يحصل حول سوريا منذ عامين وثمانيات أشهر إلى يومين هذا فتحيي إلى شعبنا الذي يسجل التاريخ هو الآن يكتب التاريخ بدمه بصبره بأناته بقدرته على مواجهة كل استحقاقات الحياة بكل وعي بكل مسؤولي وللقيادة التي قادت هذه المعركة وتقودها بكل حنكة بكل قدرة وعلى رأسه السيد الرئيس بشار نزل شكرا دكتور برهيم زارور أستاذ التاريخ في جامعة الدماء شكرا جزيلا لك بتفضل به الضيوف الأكارم هو جزء من حكاية وحكاية نعيشها بشكل يومي قد يكون الألم موجعا أو يحاصرنا يوجعنا ولكن إرادة الحياة هي التي ستستمر قديما كانوا يقولون في كتب التاريخ والأدب والفكر أن الأصورة هي تعبير عن لاوعي الشعوب ولكن الحكاية التي كانوا الجدات والآباء يقصونها علينا ونحن صغار بل الذي سنقصه على أبنائنا في القدم سنتحدث عن أسطورة الجيش العربي السوري الذي دخل التاريخ والحكاية والأسطورة من أوسع الأبواب سنقص عليهم حكاية أعطل الله في عمر الجميع طبعا حكاية كثيرة عن بطولات الجيش العربي السوري في استعادة الأمجاد في استعادة سوريا التي اشتقنا إليها ألم تشتاقوا إلى سوريانا اشتقنا إلى سوريا وأرجو أن تبقى سوريا دائما شاميخة بمحبة أبنائها والثلوث القائد والجيش والشعب شكرا لمتابعتكم من أيقونة المدن والتي استقبلت التاريخ والجغرافيا معا من دمشق نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر